تنفسوا صباح حبا ورضا فلا شيء أروع من قلوبات راضية وأصبحت مبتسمة أروي لكم قصة فتاة عراقية تريد المساعدة وتقول الفتاة ممكن تساعدوني يا ناس أنا راح أتخبل والله العظيم إحنا صار عمر ما مرتاحين يعني عمر أمي بالأربعين وأبويا بنهاية الأربعين يعني صار أربعين سنة ما مرتاحين تخيلوا وصلت فينا درجة أنه محد يدخل بيتنا لا الأخوال ولا الأعمام ولا الجار ولا أحد صار سنة يمكن الخطارين عدون على الأصابع وعددهم أربعة يعني كل الخطار اللي دخل بيتهم أربع خطاطير هذا كله بجهة عادي ومتعلمين عليه وتعودوا عليه والنوب إحنا الولد والبنات الله سبحانه وتعالى ما موفقنا استغفر الله هذه خطية الفتاة بقدمها يأسة يعني هي مدمرة نفسيتها هي شي يعني يدها تقول بس الله سبحانه وتعالى يوفق العبد ويختبره ويختبر صبره بس هي قد ما صار لهم هذا العمر كله إنهما مرتاحين فيأسة فاضطرت إنه تقول هذا الكلام الله يهديها ويصلحها إن شاء الله يفرج عليها إن شاء الله وعلى أهلها يكون هم ما أعرف ليش على رغم والله العظيم بابنا تقول مزدود علينا ما ندخل بأي أحد لا الرايح ولا الجاي وحتى من نطلع خارج البيت نطلع محترمين ونحترم الناس ونجاملهم يعني باختصار ما بينا نقص تخيلوا ما يمر يوم إلا وإحنا نبتي يعني يبتون بالنهار بالليل بقد ما وضعهم تعبان وما يقوس منه على وضعهم يبتون وصلت بنا المرحلة نشك إنه ماكو الله سبحانه وتعالى استغفر الله العالمي العظيم هواية اللي ينفذ صبرهم وإيمانهم ويقل يتكلمون هذا الكلام والله قصص يعني أزيد من أدها وأمر من أدها بيوت يعني يمرون بظروف تعيسة جدا جدا زين أهم ينا سبحانه وتعالى يعني هذا كل اختبار من عنده يختبر صبرهم يمتحنهم يآجرهم إذا ما ينطيهم بالدنيا ينطيهم بالآخر يعوضهم وتقول البنية وإذا أقول الله سبحانه وتعالى مستحيل يكون عادل صح غلط طبعا غلط يا بنتي ويا أختي هذا كلام مش كل غلط وأدعو لها إنه تستغفر ربها وترجع إليه وتفتح كتاب الله وتقرأ ويوميا تقرأ سورة ياسين وتدعي من الله سبحانه وتعالى بالسجود وتقول يجوز يمتحننا طبعا ده يمتحنت يا بنتي ويا أختي أكثر من أربعين سنة راحت من أهلي فقر ضيم ما أعرف هسا وصلت بنا ناس ما تريدنا الناس يعني الخارج مثلا قريباهم أصدقاهم ما يريدوهم على رغم والله عائلة محترمة موري عن أهلي أحتي بس والله حقيقي حقيقي اللي ولدنا بس يبقى ما ملأوا وكبروا بالعمر وشكوا أنه هذا بيتهم أنه سحر وجابوا شيخ وسووا هواي أشياء تفضل السحر وهم ماكوا فرق وقالوا عين وهم ماكوا فرق يعني رقوا البيت وكذا عملوا أشياء هواية وهم ماكوا فرق فنصيحتكم لهذه البنت وهذه الأخط اش تنصحوها وش تقولولها لأن هي يأسة من الحياة جدا جدا لأدعي لها أبن الله يفرج عليهم ويكشف عنهم هذه الغمة ومن ساعة ساعة أقول لها يا بنتي يا أختي فرج وصبري هذا انتحان من رب العالمين وأجرج وأجر أهليش عظيم 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 عند الله سبحانه وتعالى وبدلاتي أسين والله موجود وحاكم وعادل ودي يختبركم ودي ينتظر الدعاء يوم ورا يوم من أدكم ويفرح أنه أنت مثلا تدعين وأهل الشدعون ويفرح أنه أنت صابرين وفي الختام دعائي لهذه الفتاة وأقول اللهم يا خلق السعادة استودعناك أقدار هذه الفتاة فاكتب لها السعادة إينما كانت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته